السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ظهور الانترنت وانتشاره بالشكل الواسع اللي احنا عليه النهاردة التلفزيون كان هو النافذة اللي بنبص من خلالها على العالم حوالينا نعرف الأخبار، نتفرج على البرامج، وحتى الأفلام والمسلسلات لكن يا ترى، هل سألت نفسك قبل كده منظومة التلفزيون دي بتشتغل ازاي؟ يعني ازاي مثلاً ماتش الكورة بيبقى بيتلعب في الاستاد واحنا بنشوفه في نفس الوقت على التلفزيون في البيت عندنا وحتى البرامج والأفلام وغيرهم ازاي بيتنقلوا للتلفزيون كده بكل سهولة؟ وبضغطة زرار في الريموت نغير من قناة لقناة تانية خالص اهلاً بيكم، انا عمر عبدين ان احنا نشوف أماكن بعيدة ونعرف الأحداث اللي بتحصل فيها كان حلم بيراود البشر لألاف السنين الناس كانوا عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل في العالم حواليهم وعلشان كده ظهر التليغراف في بداية القرن التسعتاشر واللي كان نقلة كبيرة جداً في عالم الاتصالات وقتها التليغراف كان عبارة عن جهاز متوصل بجهاز تاني عن طريق مجموعة من الأسلاك كل جهاز منهم عليه مجموعة من الأحرف والأزرار حاجة كده أشبه بالكيبورد بتاع الكمبيوتر لما ندوس على اي حرف منهم تخرج نبضة كهربائية تمشي خلال الأسلاك وتروح لحد الجهاز التاني وتتحول مرة تانية لهيئة حرف طريقة البسيطة دي خلت الناس تقدر تبعث رسائل لبعضهم حتى لو موجودين في بلدان مختلفة وبيفصل بينهم مسافات طويلة بعد كده الموضوع اتطور أكتر وظهرت فكرة التليفون الأرضي على إيد المختارع الإيطالي أنتونيو ميوتشي ومن بعده أليكزاندر جراهامبل التليفون الأرضي هو كمان كان عبارة عن أجهزة متصلة بعضها عن طريق الأسلاك لكن اللي كان بيميزه عن التليغراف أن موجود جواه قطعة اسمها القرص الكربوني موجود فيه حبات دقيقة من الكربون بتهتز لما تتعرض للصوت الإهتزازات دي تتحول لنبضة كهربائية تمشي خلال الأسلاك وبكده بقينا قادرين نبعث لبعض رسائل وكمان قادرين نسمع صوت بعض من على مسافات بعيدة بالرغم من أن البشر في المرحلة دي قدروا فعلا نتواصلوا ببعضهم إلا أن وسائل التواصل كانت محدودة جدا ومن هنا ظهرت أحدى الصيحات عالم التواصل التلفزيون البداية الحقيقة للتلفزيون ممكن نعتبر أنها كانت عند واحد من عمال التليغراف في عام 1873 أثناء ما العامل ده كان بيمدي مجموعة من الأسلاك المصنوعة من معدن السليميوم لاحظ أن في جزء معين من السلك المقاومة بتاعته تغيرت لسبب مجهول ولما بدأ يتتبع الموضوع اكتشف أن السبب هو أن الجزء ده من السلك كان متعرض للضوء بشكل كبير الملاحظة البسيطة دي بقى كانت نقلة تاريخية في الفيزياء الشخص ده اكتشف خاصية الموصلية الضوئية أو الفوتو كوندكتيفتي واللي معناها أنه ممكن يتم تحويل موجات الضوء هي كمان لنبضات كهربائية والعكس صحيح وده كان المدخل اللي تفتح على أوسع أبوابه لجهاز التلفزيون بعد حوالي عشر سنين من الواقعة دي وتحديدا في عام 1884 ميلادية قدر المخترع الألماني بول نيبكو أنه يصنع جهاز بيحول الصور أو اللقطات واللي هي بنقصين كده ضوء لنبضات كهربائية وبعدين ياخد النبضات دي ويمشيها في الأسلاك مرة تانية ويحولها الضوء وتتعرض الصور دي وراء بعد بشكل سريع على أرس دوار اتعرف فيما بعد باسم أرس نيبكو علشان في النهاية تعمل لنا مشهد أقرب ما يكون لمقاطع الفيديو أرس نيبكو ده بقى فضل مكون أساسي في أجهزة التلفزيون لسنين طويلة وبالرغم من تطور التلفزيونات بعد كده إلا أن فكرة العمل فضلت سبتة جزء يحول الضوء لنبضات كهربائية ويبعثوا في الأسلاك وجزء يحول الطير الكهربائي ده لضوء مرة تانية وأخيرا جهاز مسح يقسم الصورة ويعرضها لحد دلوقتي التلفزيون مازال بيشتغل عن طريق الأسلاك يعني علشان نبعد صورة أو مقطع مرئي من جهاز للتاني أو حتى من محطة بس لمحطة مختلفة لازم المحطتين يكونوا متوصلين ببعض بشكل مباشر عن طريق الأسلاك ولو تأملتوا كده هتلاقوا أن الموضوع ده مش عامل يطلاقا خصوصا لو عايزين نمد خطوط تلفزيون بين مدينتين بعيد عن بعض أو حتى بين دولتين مختلفين الموضوع هيكون مرهق وفي غاية الصعوبة والتعقيد وهنا ظهر الحل السحري اللي سهل علينا الموضوع تماما البث الأسلكي زي ما وضحنا من شوية الضوء والكهرباء والمغناطيسية أوجه مختلفة لنفس العملة ونظرا لأن الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية فإحنا ممكن نبعث الضوء لأماكن بعيدة على هيئة موجة كهرومغناطيسية تسافر في الفراغ بدون أي أسلاك وبعدين نستقبل الموجة الكهرومغناطيسية دي عن طريق جهاز استقبال ونحولها لضوء مرة تانية وهو ده بالضبط اللي حصل في 7 سبتمبر عام 1927 ميلادية لما قدر المخترع الأمريكي تيلور فارنسورس إنه يصمم نظام تلفزيوني متكامل بالهواء بتاعه وبدون أي أسلاك النظام اللي هو عمله كان بيقدر ينقل صورة متحركة من مكان للتاني بعيد عنه تماما وبعدين تتعرض النحية التانية مباشرة وبجانب تيلور بدأ مجموعة تانية من العلماء يطوروا أكتر وأكتر في أنظمة التلفزيون واللي منهم المهندس الإنجليزي شون بايرد والأمريكي تشارلس فرانزز جينكنز والمخترع الياباني كينجيرو تاكياناجي علشان نوصل في النهاية لتلفزيون تخلى تماما عن الأسلاك وبقى مبني بشكل أساسي على فكرة انتقال الموجات الكهرومغناطيسية في الفضاء ومع وجود تقنية الراديو بالفعل في الفترة دي أصبح السيستم النهائي لنظام التلفزيون الهوائي كالتالي استوديو أو مكان بيتم فيه إنتاج المادة المرئية أو المسموعة وبعد كده المادة يتم إرسالها لبرج إرسال علشان يضخم الإشارة والبرج ده بيكون عالي جدا وموجود على مكان مرتفع والبرج العالي ده يبس الموجات بتاعته بقى في كل مكان النحية التانية بقى من النظام هي المنازل اللي فيها التلفزيونات واللي كان بيبقى موجود على سطحهم هوائي واللي كنا بنسميه زمان إريال الإريال ده بقى كان هو جهاز لستقبال يستقبل الموجات اللي جايله من برج الإرسال وبعدين يوصلها للتلفزيون وجوه التلفزيون تبدأ الموجات الكهرومغناطسية دي تتحول لضوء وصوت ومن خلال بقى أجزاء إلكترونية موجودة جوه التلفزيون كان بيحصل تزامن ما بين الصوت والضوء علشان نحصل في النهاية على مقطع فيديو طبيعي من اللي احنا عارفينه وبالمناسبة دي بما إن كتير من المتابعين بتوعنا سنهم صغير من فيكو حضر مرحلة الإريال واللي حضر بينكم المرحلة يا ترى اي اكتر حاجة معلقة معاه من المرحلة دي اكتبونا في التعليقات وبالمرة وانتو تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس واشتراك وتفعيل الجرس للي لسه مشتركش نرجع لموضوعنا بالرغم من إن النظام البث الهوائي ده كان نظام ناجح جدا وبيقدر يبث القنوات لكل الناس إلا إنه كان فيه بعض العيوب العيب الأول كان المساحة اللي بيقدر يغطيها لو فيه بورج إرسال موجود في منطقة معانة البرج ده ما بيقدرش يغزي غير محيط المنطقة الموجودة حواليه بس لكن لو فيه منطقة بعيدة عنه شوية علشان نغزيها بموجات التلفزيون كان لازم نبني بورج إرسال جديد في المنطقة دي وبعد كده نوصل البرج ده مع باقي الأبراج ومش بس كده كان فيه عامل تاني مهم وهو العوائق والتضاريس الجغرافية يعني لو فيه مبنى عالي جدا موجود في الطريق قدام الموجات اللي بيتم بسها المبنى ده كان بيحجب الموجات عن المنطقة اللي وراه وبكده ما يوصل لهمش أي إرسال ونفس الشيء طبعا بينطبق على التضاريس الطبيعية اللي زي الجبال والهضاب وغيرها كل الحاجات دي كانت بتشوش موجات الإرسال وبتحجبها وعلشان كده ومع الوقت بينا محتاجين وسيلة جديدة نطور بيها أكتر من نظام البس والاستقبال بداية فكرة القنوات التلفزيونية الفضائية بل وحرفيا كل التطور التكنولوجي اللي احنا عايشينه دلوقتي في أنظمة الإرسال والاستقبال بترجع ليوم 4 أكتوبر عام 1957 ميلادية لما الاتحاد السوفيتي أطلق أول أمر صناعي على الإطلاق الأمر سبوتنيك 1 واللي بالرغم من أن كان الهدف الأساسي منه أنه يخدم الأغراض الحربية ويتم استخدامه في توجيه الصواريخ إلا أنه تسبب في طرح سؤال بديهي لما نستخدمش أمر صناعي كبديل للبرج بتاع البس الموجود على سطح الأرض يعني بدلا ما نجيب جهاز البس ونحطه على برج عالي في مكان فاضي نحطه على أمر صناعي ونطلقه في الفضاء وبكده يبقى تغلبنا على العوائق الطبيعية اللي زي الجبال والهضاب وهيبقى جهاز البس قادر أنه يغطي مساحة كبيرة جدا من سطح الأرض بل ومش يحصل تشويش على موجات التلفزيون كمان ومش هتختلط بالموجات الأرضية التانية اللي زي اللاسلكي بتاع الشرط وده لأن الأعمار الصناعية هتكون بعيدة كل البعد عن الكلام ده وقد كان تم الاستغناء عن أبراج البس الأرضي بشكل كبير وحلت مكانها الأعمار الصناعية وبقت المنظومة كالتالي أمر صناعي ليه مدار ثابت حوالين الأرض بيلف فيه والأمر نفسه بيتحرك بنفس سرعة دوران الأرض علشان يبقى الأمر مكانه تقريبا ثابت بالنسبة للمنطقة الجغرافية اللي بيغطيها وما يبعدش عنها علشان بعد كده لما احنا نجيب طبق بتعدش ونحطه على السطح ونوجهه ناحية الأمر الصناعي ما نصحاش تاني يوم يبقى الأمر الصناعي ناحية التانية وبعد كده تبدأ عملية البس الستوديو يبعث المادة بتاعته لأمر صناعي وسيط بتردد مخفي محدش يعرفه الأمر الوسيط ده يبعث المادة مرة تانية لمركز معالجة أو مركز إدارة واللي بيكون وظيفته إنه يحط الإعلانات في الأماكن المعينة بعد المسلسلات أو في قصة الماتشة أو الكلام ده كله حاجة يعني كأنه ما كان بيعملوا منه منتج للفيديوهات وبعد كده مركز المعالجة ده يبعث المادة مرة تانية لأمر صناعي جديد والأمر الصناعي ده هو بقى اللي الناس بتبقى عرفاه ومعاها الترددات بتاعته واللي عن طريقه بيستقبلوا القنوات الفضائية من خلال أطباق الاستقبال أو الدش بس كده وما تنسوش لو فيه سؤال بيجي لكم في نص ليلة ومحياركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه أغلب الحالات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات سلام